الأمن الغذائي ده واحد من أبرز التحديات اللي ممكن تكون بتواجه العالم الكله تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء من الغذاء المتوازن أعتقد دي حاجة من واحد من أصعب التحديات اللي بتواجه مختلف الدول في مختلف الأماكن نقدر نقول إن احنا بنعمل إيه في مصر عشان نبقى متطومنين على نفسنا طبعاً النهاردة 16 أكتوبر العالم كله ومنظمة اللاغذة وزراع الفاو بتحتفل سنوياً ب16 أكتوبر يوم الغذاء العالمي وليه ده اليوم اللي اتأسست فيه منظمة الفاو في 1945 وبالتالي أصبح كل سنة بينظموا احتفالية بهذا اليوم طيب الغذاء هو حق من حقوق الإنسان الغذاء الصحي الغذاء الآمن الغذاء المستدام هو حق للإنسان وبالتالي لما بنيجي نقول الاحتفال باليوم الغذاء العالمي هو حق من حقوق الإنسان على الكرة الأرضية كلها لابد من توفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام للإنسان الغذاء ده عشان يطلع كل أنواع الغذاء المصدر الرئيسي اللي انتكه هو الماء لكل أنواع الأغذية الماء طيب إحنا لما نيجي نقول كان وضعنا إيه مصر حالة الأمن الغذائي قبل 2014 ودلوقتي إحنا كان أكبر ساعة تخزينية عندنا للمعاصيل الاستراتيجية الرئيسية ليه الأمح والرز والدرة دول التلات معاصيل والسكر الرابع دول كان أكبر ساعة تخزينية عندنا نقدر نعمل احتياط منها ثلاث شهور أقصى احتياطية وده ما كانش بيدينا مرونة في حالة الأمن الغذائي أو بيعزز حالة الأمن الغذائي من 2014 حتى الآن أصبحت الساعة التخزينية للحبوب الرئيسية المعاصيل الاستراتيجية الرئيسية تقريبا حوالي 6 مليون طن يعني تكفي 6 شهور هل الموضوع كان أماكن التخزين ولا في الانتاج لا كان أماكن التخزين وأيضا في الانتاج في الاتنين فأنا بدي بس مقارنة عشان اللي بيتمعنا واللي بيشوفنا كان أقصى ساعة تخزينية في مصر ثلاث شهور طيب دلوقتي وصلنا تقريبا لست شهور لستة مليون طن كان أقصى ساعة ثلاثة مليون نهاردة ستة مليون من خلال المشروع القومي اللي انشأ الصوامع الصوامع اللي السيد الرئيس وجه به والدولة والحكومة ماشية فيه بخطوات سريعة طب أنا لما يقب عندي ساعة تخزينية واحتياط يكافيني ثلاث شهور غير لما يقب ستة غير لما يقب تسعة غير لما يقب اتنشر شهر لأن ده في ظل الأزمات اللي بتواجه العالم حاليا والحروب اللي بتواجه العالم حاليا أصبح هناك فيه مشاكل فيه سلاسل الإمداد وفي الاحتياط الاستراتيجي للغزاء على مستوى العالم لما نيجي نلاقي في تلاتة وعشرين السيد الرئيس خد قرار بإنشاء وتكليف الحكومة بإنشاء مستودعات استراتيجية للسلع الغزائي الرئيسي ده الهدف منه إيه؟ فيه تلات مواقع حاليا بيتم إنشاؤهم واحد في الفيوم على مساحة عشر أفدنا واحد في الأقصر على مساحة عشر أفدنا واحد في السويس على مساحة عشر أفدنا طيب تكلفتهم تقريبا حوالي خمسة مليار جنيه ودولا مرحلة أولى دولا المفروضة هيعززوا ويخزنوا احتياط استراتيجي هنا بنتكلم على احتياط استراتيجي لخمستاشر محافظة كل موقع من دول هيخدم خمستاشر محافظة